بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله النهاردة في بارت 2 هنبتدي نتكلم عن خطوات تصميم الستراب فوتينج وده الجزء الثاني من شابتر 6 اللي هو الستراب فوتينج طبعا احنا اتكلمنا في بارت 1 ايه هو الستراب فوتينج امتى بنعمله ايه فكرة عملهم بالظبط الاجزاء من اول الجزء الثاني لحد اخر الشابتر هنتكلم عن تفاصيل تصميم الستراب فوتينج اتفقنا من الستراب فوتينج بنعمله لما يبقى عندنا جار والحمل بتاع الاكستيريور دوت اصغر من الحمل الانتيريور لازم يكون عندي الحمل دوت وعندي الحمل دوت لازم اكون عارف المسافة ما بين العمودين اللي هي المسافة اس والمسافة دي لازم تكون اكبر من كام من اربعة متر وبعديني سمك الخرصانة العادية ان كانت اصغر او اكبر من 20 سنتي وبعدين عندي هنا القاعدة الخارجية ودي القاعدة الداخلية لسه مصممناهاش لكن لازم يكون عندي ده وعندي ده وعندي ده كويس وعندي طبعا الكونيت اللاوبل بتاعت السويل وليلد سترس بتاعت الحديد والكمبرسيب سترنس بتاعت الخرصانة اللي هي الف سي يو دول كلهم لازم يكونوا معطى عشان ابتدي اصمم الاستراب طيب نشوف بقى خطوات التصميم واحدة واحدة اول خطوة نحسب الاحمال زي ما تعلمنا مديني البي انتيريور ووركينج جيفن وبي اكسيريور ووركينج جيفن الالتومت هضرب ده فواحد ونص او هضرب ده فواحد ونص او لو كانتم اديك في الامتحان البي انتيريور بدي ده وبي لايف وهنا بدي ده وبي لايف اجيب ازاي البي اولتومت عبارة عن 1.4 من 10 البي ده زائد 1.6 من 10 البي مين لايف طبقا للكود المصر طيب هنبتدي نجيب الديمينشنز بتاعة الايه الاعدة الخارجية والاعدة الداخلية مشكلة هنا ان انا عندي الديمينشنز كتيرة مجهولة فبنعمل احنا هنا ايه بنفرد هنفرد الطول الخارجي دوت بتاعة الاعدة الخارجية اللي هي الال بتاعة البي سي ده ناخدها ازاي واحد واحد من عشرة في pxster working على unit allowable تحت الجزر يعني الجزر واحد واحد من عشرة في pxster working على unit allowable طيب كلام ده امتا؟ لما نبقى شغالين ان ال tbc مالها اكبر من 20 سنتي اكبر من او تساوي طيب جبنا ال l ديت هبتدي اجيب الاكسنتريستي بتاعتها هي تليها ال e اجيبها ازاي؟ عبارة عن l external بتاعة ال bc ناقص l column external على اثنين جبت ال e طب انا عرف ال s دي تعرف اجيب ال s داش ال s داش بتساوي ال s ناقص ايه؟ يبقى جبت المسافة s داشتي ليه بقى؟ احنا قلنا خلاص نتيجة ان فيه شدد هنا الاستريسز هيبقى ماله uniform هنا ويونفورم هنا فالمحاصلة بتاعتها تبقى دي في المص ودي في المص لو عايز اجيب ال r external و r internal اجيبها ازاي؟ ببساطة خالص اخد العز لو خدت العزب عن ها النقطة ديت ده هيتير وده هيتير هيتفضل ال r e x وال p يبقى عبارة عن r e x بتساوي ايه؟ b exterior working في ال s على ال s مين داش طب اخد بقى sigma y بتساوي صف يبقى ده زائد ده بتساوي ده زائد ده يبقى ممكن اطلع ال r interior عبارة عن p exterior زائد ال p interior نقص ال r exterior واضح؟ طيب جبتي كده dimensions بتاعت ال l بتاعت مين؟ ال b c لو عايز اجيب ال l بتاعت ال r c زي ما تعلمنا هنجيب c t تاولي t b c في جزر 1 3 من 10 على كيونت اللاوبول فقدر اطلع مين c t عشان اقدر اجيب dimensions بتاعت ال a الخرصانة المسلح طيب هنبتدي نجيب بقى l stresses تحت القاعدة ازاي انت خلاص جبت ال r ديت وجبت ال r دي يبقى ال area بتاعت ال b c بتساوي r exterior على كيونت اللاوبول وال area بتاعت ال b c بتساوي r interior على كيونت اللاوبول واضح كده ولا مش واضح ده كلام جميل l interior ديت عبارة عن مين عند l بتاعت ال column نقص ال b column زائد ال b interior نقص ال l في 2 نقص 4 area في ال b c interior كل مده كله ايه من نص على 2 قص نص طبعا ديت يعني جزر الكلام ده جبنا منين الكلام ده اقول لك جبنا منين واحدة واحدة خلينا الاول في مين في exterior الاكسيريور انت عندك ال b بتساوي area ما انت جبت area على l وانت عندك l دي خلاص خلصت ما دام جبت area وعندك area بتساوي ما الاعدة عبارة عن ايه اهي نرسمها ببساطة خالص كده دي مين l ودي l b الاعدة بتساوي l وانا جبت area وعندي l اللي احنا فرضينها يبقى اقدر اجيب ال b ولا لأ جبنا ال b مفيش اي مشكلة ناحية التانية هنا بقى ما عندي dimensions طب ما خلاص طب ما عندي جبت area ما نجيب جزرها وخلاص لو جبنا جزرها ايه اللي يحصل هيجديري الجزر بتاعت مين ال l على طول ليه هخليها كأنها مالها مربعة طب لو انا عايز اخليها مستطيلة لو عايز تخليها مستطيلة خلي بالك هتقول ايه ان المسافة دية بتساوي المسافة دية صح طيب ما احنا اتفقنا ان ها هنخلي المسافة دية بتساوي المسافة دية ان انت تعمل معادلتين فيما تقول مين المسافة دي اللي هي عبارة عن مين l ناقص l على 2 وهنا سافتي b ناقص b على 2 وساويهم ببعض وقول ان الاريا بتساوي b في l اقول اللي هو ده مقدر منها طلع ال l وبعد نقسم بعد كده ايه اجيب ال b ازاي لان اجيب الاريا وقسمها على ال l يبقى انا في الحالة دي طلعت مين ال لكن انا بفضل بدل ما تخليها مستطيلة ممكن تخليها ملها مربعة تجيب جزر الاريا على طول تجيب المين ال dimension بتاعة الاعدة دي نفس الكلام هتبتدي تحسب بقى c tbc بتاعنا اللي احنا حسبناها قبل كده minimum من c t ال 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 tbc عشان اطلع مين في الاخر اطلع المقاسات بتاعة المسلحة لكده جبنا دي المقاسات العادية لو عايز المسلحة المسلحة يبقى لازم تطرح من هنا c tbc وهنا c tbc هنا هتطرح اتنين لكن هتطرح واحد ده بالنسبة لعمود الخارج لكن العمود الداخلي هتطرح ايه هتطرح من ال اتنين ايه اتنين c tbc سواح زينا واحدة هنبتيجي نتكلم فيه تكمل التصميم بعد ما جدنا الديمنشن بتاعة الاواعد شكرا